العمل المقدم بالحب يشدنا جميعا ومعا إلى السماء ذكر لنا أبونا متى رؤية سماوية عن ذلك قائلا يا أحبائي نحن رهبان نعيش على مذبح الحب الإلهي ومدعونا لعمل الحب بلا توقف لما كنا في دير أنبا سامويل وكنا نجاهد كثيرا في البناء رأيت بالمنظر المعقول في رؤية وكأننا كلنا مربوطون بصف واحد يشدنا جميعا إلى السماء بالرغم من تباين أعمالنا ولم أجد أي واحد ضائعا أو غير موجود فمجدت الله وعرفت أن العمل المقدم بالحب يتقدس بالحب ويقدس الإنسان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر